ما الذي يجري في الولايات المتحدة؟ سؤال قد يشغل الساسة في الغرب ومحلليه كما يشغل الأمريكيين منذ أزمة انتقال الحكم بغير سلاسة من ترامب إلى بايدن وبروز شرخ سياسي وشعبي صاحبته مظاهر للتسلح وتطرف يميني واليوم يظهر العسكر في الواجهة وإن من باب النصح والمكاشفة لكن تحذيرهم يعكس ثقلا يمثله ثمانية وزراء دفاع سابقين ومعهم خمسة رؤساء أركان سابقين فما الذي يحرك هؤلاء بأوزانهم وأعدادهم ما لم يكن الوضع قد بلغ حدا لا يطاق يتحدث عسكر البنتاجون السابقون عن بيئة بالغة الصعوبة في تشريح للعلاقات بين المدنيين والعسكريين ويحذرون من مخاطر التدهور في تلك العلاقة والخلفية قسامات سياسية تزداد عمقا وتحكم العلاقة حاليا جدلية وجوب تقبل القيادة العسكرية أوامر القيادة السياسية وأن تكون الأوامر قانونية وفي الرسالة إشارة صريحة إلى مسؤولية القادة عسكريين ومدنيين في ضمان قانونية أوامر الرئيس ولا دخان بلا نار فهناك ما دفع الموقعين على الرسالة إلى الخروج عن صمتهم ومثل هذا التحرك من قادة سابقين في البنتاجون يسبقه تنسيق بينهم وكذلك على الأرجح مع عسكر يمارسون المهام حاليا ويبدو أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تعاني من خلل يعتري الضوابط الحاكمة لعلاقتها بالسياسة ولعله من مخلفات ولاية الرئيس السابق دونالد شرامب لكنه يزداد عمقا باستراع الديمقراطي الجمهوري فجرح انتقال السلطة غير السلس لم يندمل وهناك نزعة ربما لتصفية الحساب جرى إدخال مكتب التحقيقات الفيدرالية على خطها بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي ومع احتمال ترشح ترامب للرئاسة وأما جذور توتر علاقة العسكر بالمدنيين فقد تكون سابقة لمجيء ترامب وخلافة بايدن له لكن وطيرته ازدادت في السنوات الأخيرة وظهر إلى السطح في شكل النصح والتحذير ترجمة نانسي قنقر